بدوره أكد السيد عدنان بن عبدالله القطان نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على دور مملكة البحرين الرائد في القطاع الخيري وجمع المساعدات للأخوة المتضررين من حول العالم على مستوى القيادة وعلى مستوى الشعب أعرف عنهم بأنهم ينصرون المظلوم ويقومون بتقديم المساعدات لإخوانهم المنكوبين في كل مكان لا سيما في هذه الأيام في غزة وفلسطين والبحرين الحمد لله تجربة سابقة مع الجمعية طبعا بالتعاون مع الجمعيات الإسلامية الجمعية الخيرية وبقية المؤسسات وجميع أفراد المجتمع البحريني في جمع التبرعات فنطمئنهم بأن الحمد لله إن شاء الله هذه المساعدات ستصل إلى إخوانهم وسيقوم عليها إخوة لكم يشرفون على إدخال هذه المساعدات وأيضا بناء المشاريع البحرين لها تجربة في بناء المشاريع الخيرية في غزة عندها مدرسة البحرين الكبرى وحقيقة من أكبر المدارس في غزة